اللهم صلي وسلم وبارك على افضل المرسلين وحشتوني جدا جدا يا اصدقاء يوميات لارا العصولة النهاردة عندنا وصفة سلايم جميلة جدا يا جماعة بصوا سلايم رائع بجد من احلى السلايمات اللي انا صنعتها جميلة جدا 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 وشكلها رائع وكل ما بتلعبوا بيها مريحة للاعصاب بطريقة غريبة يعني بصوا طري وناعم ومليان كده جليتر كده والشكله رائع وكمان المفاجأة ان هو بدون غيره يعني وصفة سهلة جدا ومكوناتها ان شاء الله هتلقوها متوفرة في جميع الدول العربية نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي الوصفة مع بعض واول حاجة عندنا الميا الميا دي من المكونات الاساسية اللي احنا دايما بنستخدمها في كل وصفة سلايم هناخد حوالي 5 معالق كبار من الميا بمقدار ربع كوب من الماء تمام؟ 5 معالق كبار من الميا مقدار مثلا ايه؟ اللي هو ايه؟ 3-4 كوب يعني اكتر من الربع شوية يعني اكتر من الربع شوية ثم 5 معالق كبار ميا مليانين تمام؟ عليهم معلقة صبون سائل الصحون اي نوع صبون سائل الصحون متوافر عندكم استخدموه تمام؟ هناخد منه معلقة كبيرة وهنحاول ندوبها كويس جدا في الميا بحيث ان هي تدوب خالص يعني احس ان الصبون داب خالص والميا تلونت باللون الصبون سائل الصحون سواء كان اخضر اصفر احمر اللون بتاع الصبون سائل الصحون انا عايزة الميا دي كلها تتلون باللون بتاعها تمام؟ بعد كده ايه عندي ملون الملون ده حسب الرغبة هو كده كده الوصفة هتطلع معاكم متلونة بلون الصبون سائل الصحون بس انا حابة عشان التصوير بس اللون يبقى ظاهر اه فضفت نقطة من الملون اللي هو اللون الاخضر اللي عندي تمام؟ انا عشان بس التصوير لكن انتو ممكن متستخدموش اي ملونات عادي وهتطلع متلونة بنفس لون صبون سائل الصحون انتو بتستخدموه حاولت طبعا ادوب كويس الملون مع باقي المكونات تمام؟ وعندي ايه بقى؟ عندي اللي هو كناع البشرة تمام؟ كناع البشرة كناع البشرة الدهبي انا شديها يا جمعة بستة جنيه كناع البشرة مش لازم يكون كناع البشرة من النوع الغالي انا عايزا عادي من النوع الرخيص كده كده جميع اقناع البشرة بتنجح في الوصفات سواء اي نوع انا بروح لمحل مستحضرات التجميل اللي بيبيع الكريمات اللي بيبيع مستحضرات التجميل اللي النسائية دي بقول له عايزة كناع البشرة يكون نوعه رخيص كناع الوجه كناع الوجه اللي هي بيدهن على الوش وبينشف بعد كده بشيله زي كناع كده تمام؟ هو اسمه كناع الوجه او كناع كناع البشرة وبيبقى ليه الوان كتير فيه لون دهبي وفضي واخدر واخمر بيبقى ليه الوان كتير بس انا عايزة في الوصفة دي اللون الدهبي تمام؟ انا اخدت معلقتين من ايه من كناع البشرة الدهبي معلقتين تمام؟ و لازم ادوبه كويس جدا مع باقي المكونات انا قلتلكم كناع البشرة ليه اسعار كتير وانتو بتختاره ارخص نوع وارخص سعر تمام؟ وساعات بيتباع في الصيدلية بس الصيدلية ساعات بيتغلي في شوية تمام؟ انا لازم اقلب كناع المسك ده كويس جدا مع باقي المكونات انا عايزة الميا اللي تكون عندي كلها بتلمع فاهمين؟ اللي هي كلها بتلمع وفي نفس الوقت كله يدوب مع بعضه يعني عشان فيه كناع البشرة ساعات مش تسهل الدوبان فساعات بيعمل تكتلات في الاسلايم لو انا ما دوبتوش كويس لازم ادوبه كويس جدا جدا لازم ادوبه كويس جدا جدا كمان دوبته وحسيت ان الميا كده كلها دابت معي وامتزك كويس جدا مع باقي المكونات والداني مش ملمس مائي الداني ملمس تقيل شوية عن الملمس المائي الداني ملمس تقيل شوية وبصوا يا جماعة بقى بيلمع ازاي المس بصوا المس فعال جدا ورائع جدا في الاسلايم بجد بيديني اللي هو الاسلايم الميتاليك اللي بيلمع يعني بطريقة رخيصة جدا وسهلة جدا يعني مكونات رخيصة يعني كناع البشر ده انا شارية بستة جنيه وما خدتش منه غير معلقتين شوفوا بقى هيعمل معايا كم وصفة سلايم عندي ايه بقى عندي المحفز اللي هيجمع لي ده كله ويكون هولي سلايم انا رحت اشتريت من الصيدلية محلول ملحي او محلول قلوي فاي صيدلية في جميع الدول العربية بروح اقول له لو سمحت انا عايزة محلول ملحي او محلول قلوي يكون مكتوب عليه من محتويات بوراكس كل الانواع اللي انا بقول لكم عليها دي رخيصة احنا عندنا في مصر انواع كتير وانتو عندكم في الدول العربية انواع كتير جدا المهم تروح للصيدلية وتكونوا فاهمين تقولوا لو احنا عايزين محلول ملحي او محلول قلوي يكون في نسبة بوراكس عليها تمام بعد كده بجيب في ازازة ويقعد معي يا جماعة اكتر من سنة ما بيجرلوش حاجة تمام والكيس بيبقى رسعر ورخيص جدا ممكن اشتره بالكيس ممكن اشتره بالعلبة رخيص جدا طبعا بافضل اضيف نقطة نقطة وافضل اقلب قلب كويس لازم نقطة نقطة عشان هو فعال نقطة نقطة بعد كده اقلب كويس جدا بعد كده اضيف نقطة كمان واعجل واضيف نقطة كمان واقلب ما تسرعش واضيف كمية يقوم مكتل مني ونشف مني وكده خلاص لا اضيف نقطة نقطة مع العجل نقطة نقطة مع العجل واكون صبورة جدا افضل اعجل ليه بقى هو انا بحط المحفز بافضل اعجل في باقي المكونات عشان يتفاعل كويس مع باقي السلايم بيكونش فيه حتة بتمط وفيه حتة نشفة بافضل اعجل بعد كده اسيب ويرتاح حوالي دقيقتين وتشوفوا احلى سلايم بجد جامج جدا جدا بصوا يا جماعة بيلمع ازاي وطبعا بعد ما بنلعب بيه لازم اهم حاجة ان احنا نحتفظ بيه في علبة مقفولة ما تسربش هوا عشان ما ينشفش مننا هو رائع بصوا يا جماعة بيلمع غريب احلى سلايم وريحته روعة ريحت المسكة اصلا جميلة وريحت سابون سائل السحون جميلة فكان ريحته تحفو شكله جميل اوي 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 ايه يقو شكل سلايم ده جميل وناعم ناعم جدا بصوا يا جماعة اللون اللون بيلمع وبيدي طبقك عمل زي المراية حاجة دهبية في اغدر شكله روعة روعة بجد بيمط جميل جدا جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا جدا من احلى الوصفات اللي انا عملتها بجد ويعني وصفة سهلة ومكوناتها متوفرة هتلاقوها متوفرة في جميع الدول فهيكون متاح لكم انتو تعملوها في اي وقت وفي اي مكان بس جربوها وقلولي بص يا جماعة هو بيعمل لمعة في ايدي يعني بيدي ضي كده في ايدي عامل زي المراية حلو جدا كنت فرحانة جدا النتيجة دي طلعت ويا رب الوصفة دي تعجبكم وما تنسوش وصفات سلاي من وصفات المشتركين هتنزل قريب نزلوا تحت في التعليقات اكتبوا وصفتكم واستنوني في فيديو قريب قوي باي باي